السلام عليكم صباح ولو اللهم الآن سنتحدث عن البعض السابع من أبعاد البيم وهو الاستدامة او الاستدامة او المبادن الخضراء او ممكن تاخد مثلا اليد او جيساز المهم ان انا بحاول اعمل استفادة قصوى من المواد وخلي الناس اللاعدة في المبنى مستريحين والاستهلاك بتاع المياه وكهرباء ده يعني بالعامية في بعض الكتب بتغير الارقام يعني تخلي الاستدامة هو الكود السادس او السابع او التامي بشتفر كتير المهم ان احنا من استفاد مش مهم الرقم لا مش هتفل استلوحة في ابعاد تانية ابعاد التاسع والعاشر والحيداشر والاثنشر وكذا عدد لا نهائي من الابعاد ان دي في ناس تخلي السافتي في ناس تخلي بروكورمينت وكذا تمام طيب هنبدأ نشوف البعض السابع اللي هو الاستدامة ايه هي الاستدامة الاول ان انا البي احتاجات الناس اللي عايشة في الفترة الحالية من غير مظلم الاجيال اللي جاية يعني انا مثلا محتاج المبنى ده ابني مثلا بعشرين كيلو خشب مثلا تمام لو انا صممت غلط وقصرت وعملت واستهلكت اكتر وعملت مثلا تلاتين كيلو خشب ده يبقى انا كده اخدت عشر كيلو من حق الاجيال اللي جاية من حق الاولاد والاحفين فلازم ان انا اصمم كويس وان انا اعمل تحليل كويس بحيث ان انا هتأكد ان الحاجة فعلا هتبقى زي الفل وهتبقى حاجة كويسة وان انا مش هبني وبعد كده قصر عشان سهرك بحاجة تانية وان الناس اللي هتبقى موجودة في المبنى هتبقى مستريحين وهيستهلكوا اقل قدر من الكهرباء والمية من غير ما اقولهم ما تتشربوش يعني مش هقولهم ما تتشربوش بس هستخدم ادوات تخلي السلاك الماء اقل زي ما هشوف مع بعض طيب انا ايه اهم الحاجات اللي انا ممكن باهتم بها باهتم بالانيرجي والوطر والماتيريالز ده اهم الحاجات اللي انا باهتم بها باهتم ان انا اقل السلاك التاقة كهرباء او ممكن استخدم سولر الحاجات اللي هي متجددة والدائمة دي اللي انا بحاول استخدمها ما استخدمش حاجة مضرة للبيئة في المية بحاول ان انا اقل الاستهلاك المية بحاول ان انا اعيدي استخدام المية الرماضية بحاول ان انا اسيطر على استهلاك المية بحاول ان انا استهلك مترية كويسة وان انا ما استهلكش حاجة بكون مضرة للبيئة الاحساب بتقول ان المباني مؤثرة جدا في استهلاك الطاقة باستهلاك 46% وبتوصل في بعض الموضل لسبعين في المية من السلاك الطاقة يعني ناس اعتقد المصاني هي لا بتستهلك اكتر انما المباني طبعا لانها كتيرة هي بتستهلك ممكن توصل لربعين في المية من السلاك المباني الموضوع البناء بتستهلك تاتة وخمسين في المية من المواد لتأثير كبير جدا على البيئة في تلاتاشر مليون طن من الماتيريال بتتنقل ومبتستخدمش او بتستخدم وبعدكات تكسر وتترمي في تسعين مليون طن من المواد الهلكة في واحدة وشين في المية من المواد الخطرة في بريطانيا بتبقى خارجها من موضوع المباني والانشاة تمام فعشان كده لازم نصمم صح ولازم يكون في بالنا واحنا منصمم موضوع الجرين بيلدنج او موضوع استثناء بالتي لان برضو الاحسابات بتقول ان في مشاكل كتيرة جدا في ان تسعين في المية من العملاء بيقولوا ان تصميم بقاش مفهوم بقاش رديان عنه في استهلاك هالك 7% في خسار كتيرة جدا بتحصل بسبب عدم التخطيط الجيد وموضوع المباني بيأثر كتير جدا سواء اسناء البناء واسناء التشغيل بيأثر كتير جدا على البيئة فلذلك احنا عشان في الترية العادية بيكون اهم حاجة بالنسبة لي ان انا اكسب كتير الاقتصاد انما عشان نعمل حاجة نهتم بالاقتصاد وبنهتم بالبيئة وبنهتم بالمجتمع بتاعنا فاحنا بنعمل عشان كده البيم وبنبدأ نعمل تحليل ونبدأ نشوف تحليل الطاقة بعمل ازاي فممكن يكون عندك كذا شكل المشكل مباني فتختار الشكل اللي هو هيبقى لحاجة في الهدر وكواس جدا في استخدام الطاقة واستخدام المية ويكون في انارة طبيعية بالنهار فالتصميم الجيد اللي هو بقى فيه كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها وفيه عندنا الامتدادين بكواسين جدا الجي بي اكس امي ال وملفات الاي اف سي دي بتبقى كواسة جدا عساسة ان انا انقل المعلومات من برامج البيم لبرامج التحليل بحيس ان انا احصل على افضل معلومات ممكنة وفي بعض برامج البيم بقى في جواها برامج استسترابلتي تقدر تديني المعلومة اللي انا عايزها فهو كل اللي احنا عايزين نصمم حقا كويسة تكون فيها فريش اير ويكون فيها اه الاستهلاك للكهرباء اه الاستهلاك للطاقة افضل استخدام المية ويكون اه اختيار المكان نفس كويس ويكون المكان صحي الناس تكون اه مبسوطة ويشغالة فكان الاول كان الناس بتصمم على الاوتوكاد وبعد كده الناس بتصمم استرابلتي في برامج اخرى ولما تحصل معلومة هنا نبعت لهم يعني بنعدل مرتين بنعدل هنا وهنا ويكون في ناس بتعمل تحليل انشاية فبنبعت لهم معلومة هنا وناس بتعمل تحليل اخر فكل نوع من الانواع تحليل بتعمله موديل خاص به فالبيم لا بيبقى هو الموديل اللي بتبنيه هو اللي بيعمل له تحليل وهو كل يعني هو موديل واحد وبنقدر استخدامه في كل الحاجات والارتكشور بيستخدامه والسترقشور والمي بي والبيلدر والاولر فكل الموديل بتوصل لنفس الحاجات ولما بتحصل تعديل كل الناس بتبدأ تحس به والموديل ده هو ده اللي بتنيل الناس تبدأ تستخدمه في الشغل التاحه تمام؟ فكل الجهات بتبدأ تستفاد منها وفي كل مراحل المشروع بنبدأ نستفاد من موضوع الماتيريال والكونتراكتور والساب كونتراكتور والديزاين ان كل الناس بتبدأ تستفاد وتاخد المعلومات اللي هي محتاجاها من الموديل وبنقدر عندنا موديل انشائي ومعماري وكهروميكانيكل وصحي وكل حاجة وموديل كمان الانيرجي اناليسيز وكل دول بيتبادل مع بعض واي حاجة بتحصل تعديل وبيتأثر في نفس الوقت لبيت الموديل يعني هنا عندنا هوا الموديل مسلا بأي ان كان السوفتور اللي انت استخدمته تقدر تبعاته الانيرجي براس تقدر تبعاته لسوفتور وير تقدر تبعاته لبرنامج فزايري مثلا يعني فيه برامج كتيرة جدا بتقبل الامتدات يعني اي في سي و جي بي اكتي ميل مشترك بين اغلب السوفتور وير فهتلاقي المعلومات بقى اسهل في الانتقال وحتى في بعض البرامج بيبقى جواها بيديك تحليل للمبنى زي ما تشايف الاركي كاد برضو فيه ادوات قوية جدا لموضوع التحليل الاستدامه بحيث انه يديني انيرجي استيموليشن وحلول للتصميم بتاعه فموضوع الجريم بيم بمحتاجينه جدا في التصميم بيبقى لازم حاجة اساسية باش حاجة فرعية مش عشان هو مجبر لا ده هو ده الحاجة كواسه جدا لان هو بيدينا افضل استهلاك وبيقلل الهالك وبيقلل الكربون وبيبقى الناس اللي ترعد في المبنى تدعيلك وتحس انها مسترياحة باش قاعد نفسه انه يخرج من المبنى ده مثلا الموضل هوت فبتقدر تعمل كل تحليل الكربون وتحليل الهيتنجا اندكول انجلود وتحليل تحليل الشباك التكييف بمناسبة الفيدي كان ليه صديق شغال ركواز جدا في الفيدي كان بيبدأ ياخد الموضل للاتكاد ويبدأ يعمله في قلب البرامج الفيدي فكان تقريبا بياخد 90% من وقت شغله ان هو بيعمل موضل تاني فلما بديله الموضل انا بيم يعني بيدعيلي بيلاقي ان هو بيبدأ الشغل 10% ويلا نفسه خلص المشروع تمام بيتأكد ان الراجل اللي موجود هناك هيدعي لنا بشهده علينا في ملف جي بيكس امي ال اغلب البرامج بتدعمه زي الاتوكاد ارتكشار والم اي بي والريفت واليكوتكت والجرين بيلدنج الحاجات اللي هي تبع البنت لي ارتكشار والبولدنج ميكانيكال سيستم الجوجل بيدعم ملف جي بيكس امي ال الجرافي صوفت الاركي كاد سواء ما كنتوش ووندوز برضو يشتغل اتشي فاك انرجي المستخدام المحركات اللي هي الكاد لاين الكاي ماب المستخدام المشروع الكوست المشروع كواست المشروع المشروع كل البرامج دي بدعم ان انت تنظر تشغل فهتقدر تعمل تحليل للطاقة ويتأكد ان انت مستهلك حاجه نستحلي فهنقدر نوفره تقدر تعمل كذا تحليل بحيث تأكد ان انت بسهلك اقل حاجة الكربون برضو بنتأكد ان التصميم ده صديق البيئة وما بيأثر على البيئة الخارجية فنبدأ نعمل كذا تحليل ونبدأ نتشوف افضل حاجة ايه بحيث ان احنا نعمل حاجة الصديقة البيئة الماتيريا برضو بنتأكد ان احنا ما نستهلكش بماتيريا الغلاط او ان الماتيريا اللي تجي قبل معادها او بعد معادها لازم تجي في معادها بنقدر نجرب كذا متيريال ونشوف اللي هيبقى موجود داخلها هيبقى مستريح او مش مستريح ما يفعش في البادل حرار بتاعتنا نستخدم زجاج كتير فالحرار داخلها تزيد وبعد كده نستخدم تكيف فموضوع الماتيريال والتحليل ده بيبقى ممتاز جدا موضوع الوطر ممكن نستخدم مثلا فكتشر او مثلا واحده بتاع الصرف يعني حتى تقريبا في اغلب البيوت للاعدب في فلاشفالد في اثنين واحده لو انت في مية بس والتانية لو انت عايز مية كتير ولازم تعلم الناس اقدر انت جبت المكنة دي والناس كلها بتدوس على المية كتير ففي استهلاك للمية زادة عن نظوم فلازم تشرح لهم الفكرة منها او في معلومة كده عند الناس في باشاور في انواع كتيرة جدا من الحاجات دي بتلبي احتياجاتك وفي نفس الوقت بتقلل استهلاك المية على سبيل المثال مثلا هناخد مشروع قوي جدا من افضل المشاريع الموجودة على مستوى العالم بشروط العالم بس من المشروع مصدر زيرو كاربون يعني ما فيش تلوص التلوص اللي بيحصل هم بيعندوهم مثلا شجر او كده بيتلافل بيقلل الموضوع دوت دي مدينة كاملة اثنين بونت سري سكوير ميل معمول جنب مدينة دبي في ادوات كتيرة جدا بتخلي استخدام الطاقة كويس ما فيش عربيات مثلا دخان وكده لا العربية كلها بسم بالالكتر كال بالكهرباء في كل التكنولوجيا اللي موجودة اللي تخلي الناس عايشة ومبسوطة مفيش حد تحس ان هو مسلا عدل العسورة الحجرية لا بس هي الموضوع كله ان انا بستخدم طاقة شمسية بستخدم طاقة متجددة بفي ادوات انها تقلل الكربون وتقلل التلوص وتعود التلوص اللي حصلت يبقى فيه تعويض بحيث ان الواحد ما حسش بيه زي ما تشايف عربيات بالكهرباء في تحكم في المياه في تقليل التلوص في عادة استخدام للمياه في تنقية للمياه استخدام للمياه في انظمة كتيرة جدا تخلي تشغيل الممنى اسهل وافضل تخليك مسريح في حاجات سيفتي اكتر سيكورتي اكتر في النقل ادوات كويسة وما بتقديش لتلوص البيئة مثلا الانوارة تبقى مطفية وانت ماشي كل ما تتقرب من حاجة تلاقي الانوارة واشتغلت فانت بش حاسس ان انت عاد في حتة ضلمة بس في نفس الوقت مفيش هادر ليه الطاقة فماشاء الله يعني نتمنى التجربة دي تعم في البيئة العربية البرامج اهم البرامج مثلا عندنا الانفراوركس 360 هنستخدامه في ان احنا نحدد افضل مكان يكون في استدامة ونقدر ناخد نقاط لو احنا نشغالين على اي نظام سي الليد او الجساس او البريل بيحدد لنا افضل مكان تقدر تاخد به نقاط يكون مثلا جنبية خدمات ويكون قريب من المواصلات فالناس بش سيحتاج انها كل يوم تجيب العربية ممكن يركب مثلا التوبيس او التاكسي او التوكتوك او الحاجات دي في برنامج ممتاز جدا تودوسك فازاري هي تودوسك وقفته بس هو لو عندك روسخة منه هتلاقي كويس جدا انه باستخدامه كتير جدا ويفيدني كتير جدا متميز جدا بيعمل لي تحليل الكربون تحليل السولر تحليل الهوى والرياح وكل حاجات دي ايكو تيكت ده برضو كان كويس وباستخدامه بس لو شغال عندك هبقى 100 انرشي بلاس برضو كويس فيه برامج مثلا زي ارشي بيتش واي اس اي كي ده برامج كويسه بس مشغلتش عليه فيه الجريم بيردينج ستوديو ده اشتركوا في القناة